موسيقى 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 وللنقاش حول هذه الإجراءات الجديدة نستضيف في مسائية اليوم الأستاذ يوسف بالقاسمي كاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ورياضة مرحبا بك أستاذ يوسف شكرا على الاستضافة إذن البداية بشروط الجديدة للولوج لمهنة التعليم من شروط لأطارت واحد الجدل كبير في اليومي الأخيرين تحديد السن الأقصى لإجتياز المباراة في 30 سنة لماذا السقف وعتبت 30 سنة بالنسبة للنقاش هو نقاش صحي أكيد كلما ارتبطت الأمر بالمنظومة التربوية ولكن أولا بغيت نأكد بأنه تحديد السن الأقصى كشرط هو ماشي خصوصية ديال المنظومة وإنما يعني متواجدة في واحدة مجموعة ديال الدول اللي عندها منظومة تربوية متطورة واللي اعتمدت ربما سن أقل من 30 سنة وكذلك ماشي خصوصية ديال الوزارة التربية الوطنية وإنما كان قطاعات كذلك اللي اعتمدت نفس الشرط وبطبع الحال الهدف من تحديد هذا السن الأقصى في 30 سنة يعني كيجي بناء على واحدة المجموعة من الاختيارات أو الهدف الهدف الأول هو أنه باش تكون عندنا الضمانة بأنه المترشيحين اللي غادي يتم منتقائهم أنهم كيتوفروا على الكفايات ومازال كيتحكموا في الكفايات الضرورية المعرفية خصوص الأكاديمية منها والهدف الثاني كذلك هو الإمكانية إعطاء الإمكانية للوزارة لاستثمار في هذا الشخص ربما باش نبسطوا هذا الأمر ناخده واحد النموذج هو أنهم اللي كانت تكلموا على الانتقاء أو التوظيف يفضل واحد الشخص اللي عنده 45 سنة إلا جينا نشوفه إلا قلنا غير 25 سنة إخداء الإجازة ديالو فرح الفرق ما بين 45 سنة و 25 سنة هي 20 سنة وشاسي حسين عندنا ضمانة بأنه الشخص ما زال متمكن ومتحكم في الكفايات الأكاديمية الضرورية سنتفق معك ولكن كيف يقول بأن القرار سيكون مناقض القانون الوظيفة العمومية التي يحدد السن توظيف 45 سنة كيف يقول كذلك أن الأمر في إقصاء الوحد الشريحة هذه الشباب اللي عنده أكثر من 30 سنة هو من الضروري أنه ربما نضحف هذا الجانب واحد الأمر هو أنه أولا نحن نتكلمه على توظيف أطر أكاديميات اللي سيتم القيام توظيف ديالها على غرار يعني هذه الخمس سنوات من طرف الأكاديمية اللي هي مؤسسات عمومية المرصوم ديال الوظيفة العمومية اللي كانت تكلمه عليه هو يسري على الإدارات العمومية وكذلك على الجماعات الترابية ديالي الوقت اللي هي الجماعات المحلية اللي هي اليوم الجماعات الترابية فالمجال ديال تصبيق هذا القانون لم يتعلق بالأكاديميات كمؤسسات عمومية بطبيعة الحال healthy النظيم دياله يدخل بناء على الأنظمة الأساسية المعتمدة من طرف الأكاديميات وهذا الشق الأول والشق الثاني هو أنه غير ربما خاصة تكون واحد الأمر واضح بالنسبة لنا كيفاش كنت تم هذه العملية التوظيف وشنو هي الخصوصية ديال القطاع التوظيف بناء على المرسوم الأول يعني كينتقلوا مباشرة للقيام بالمهم ديالهم هنا كنتوزوا بواحد المرحلة ديالتكوين للمدة ديالها سبع أشهر وفي النهاية ديال هاتكوين الشخص إلي استوفى لمجزؤات ضرورية هي بمتعبات نجاح يعني في هاتكوين الأولي عادي تم توظيف دياله يعني أنه لما توفق شرب طبيعة الحال لا يتم توظيف دياله فكين هذه الخصوصية اللي هي خصوصية أساسية للقطاع نتكلموا على الإقصاء ما يمكنش يكون هدف ديال الوزارة الإقصاء أين كان هدو بناتنا وأبناؤنا ولا يمكن أنه يتم الإقصاء غير هو اللي مهم وأساسي نعرفه بأنه الرهان ديال اليوم والتحديد ديال اليوم هو رهان الجودة فلذلك خاصنا نكون في المستوى ديال تنزيل هذه الجودة وخاصنا نعرفه بأنه سيكون ربما من ضروري في بعض الأحيان أننا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هذا الأمر سيصري كذلك على الخواص أنها تحدثت على المدرسة الخاصة أكيد أكيد بطبيعة الحال أكيد وهذه المكوينات كاملة أعطت واحد العناية أساسية ومهمة للعنصر البشرين اللي هم النساء ورجال التعليم ومن بين الركائز الأساسية في هذه العناية بطبيعة الحال أولا توفير الظروف ديال الاشتغال وكذلك توفير ديال وسائل ديال العمل وكذلك الارتقاع وتحسين الوضعية المادية ديال الأساتدة ولكن نركزت كذلك على الجانب ديال تكوين الأساس وكذلك تكوين المستمر وهنا كتنخرط هذا الإجراء في واحد السلسلة يعني في واحد النسق متكامل اللي كيبدأ من تكوين على مستوى الجامعة من خلال الإجازة المهنية في التربية والمحطة الثانية هي المرحلة ديال التوظيف اللي كنتكلم عنها دبا وكذلك من بعد المرحلة ديال التأهيل اللي كتكون في المراكز الجهوية لمدة السبعة أشهر وكتجي من بعد منها المرحلة ديال التدريب اللي كتكون في المؤسسات التعليمية فهذه العملية ليست بعملية معزولة وإنما كتدخل في واحد السياق في واحد النسق اللي غد يضمل لنا باش أنه نتفر على أساتدة يعني بمستوى بواحد الكفاءة متميزة جدا وحنا مقبلين على التوظيفات الجديدة خلينا ننسهولك على المستجدد ديال هذه المباريات والأهداف كذلك من هذا التنظيم الجديد ديال هذه المباريات كما قلت سي يوسف قبيلة بأنه هذه ربما محطة أولى في العملية ديال الإصلاح واللي همت هذا الجانب الأساسي والمهم جدا واللي يتعلق طبيعة الحال بالرجال ونساء التعليم لابد لابد من تنويه بالمجهودات الاستثنائية التي تبدلها نساء ورجال التعليم وكذلك النتائج المحققة ولكن من خلال الانتظارات اللي اليوم نحن أمامها فهي انتظارات كبيرة حجما وسقفا فكتطلب أننا نكون أساتدة في واحد المستوى عالي جدا باش أنه يتم تكوين ديال أساتدة في مستوى عالي كان من ضروري أنه يتم الإعادة الإعادة النظر في المنهجية وكذلك في الشرط فالمستجدات الأساسية اللي تم اعتمادها في هذا السياق أولا يعني تم تأطير ديال جميع العمليات الاختبارات لا الكتابية ولا الشفاوية ولا العملية ولا كذلك جميع العمليات باش أننا نضمنه بأنه يتم اختيار أجود المترشحين المستجد الثاني هو أنه هذا المهنة رغم ما يتوفق فيها غير اللي يبغيها فلذلك كان من الضروري أنه تأكدون للحافزية ديال المترشحين كذلك بيان ديال الحوافز كتكون وثقة يلزم يشكون كذلك نقصدون ببيان الحوافز لكي يشوفها كذلك بأنها يقصى الوحد لا لا تماما تماما كما قلت هو أنه وهذا يعني مش هكير خصوصية ديال القطاع هذا كلما يتعلق الأمر بالتوظيف فقد يكون ضروري لأنني نقول لاش بغي ندير هذه المهنة لأنه راه مهنة نبيلة ومؤكيد بأنه خاص نبغي هذه المهنة باش أنني يكون في طبيعة الحالة المرضودية فهذا الأمر هذا من أجل تأكيد للحافزية المسألة الأخرى هو المسألة ديال الانتقاء الأولي فالمسألة ديال الانتقاء الأولي الهدف منها هو مرة أخرى باش أنني تم اختيار المتميزين من أجل الولوج لهذه المهنة لأنه كيف يعقل مع احترام الجميع المهن أنه مهنة من أنبى المهن لا نعطوه الإمكانية بأنه تم اختيار المتميزين باش يوجدوا هذه المهنة وكذلك في هذا الجانب بين المستجدات هو أنه تم إعطاء لإعفاء من الانتقاء الأولي بالنسبة للحاصرين على الإجازة في مهن التربية من أجل تشجيع هذه المسالك على مستوى الجامعة لأنه باش نقولها يعني من اللي سيقولي الأعداد كبير للحاصرين على هذه الإجازة رأي في الحقيقة سيتم توضيف ديال هذا الأطور هو اللي سيسمح لنا باش أنه ثلاث سنوات في المجال التربية على مستوى الجامعة وكذلك سنتين على مستوى نقطة آخيرة هي النقطة بطبع الحال ديال السن وراها في السرناء لأساسي اليوم سيوسين أننا نعرفه بأنه ره الرهان كبير والانتدارات كبيرة فلذلك خاصنا نكون وعين جميع بالمسؤولية ديالنا وبطبيعة الحال كما قلت أنه ره غاد ربما تطلب مننا وحد الوقت باش أننا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أجل الارتقاء بالمنظومة ديالنا باش أنها تكون في خدمة الأوراش التنموية التي الحمد لله بلادنا من خرطة فيها اليوم